اشتركوا في القناة هذه الفتن يفتتن بها المرء سواء في بيته أو في سوقه أو في مجتمعه أو في بلده أو على مستوى أكبر من ذلك فهي فتن تموج بالناس وهي على أنواع ولا شك أن الفتن في هذه الزمن ربما تكون أشد وأخطر على الناس لماذا؟ لأن الفتن كانت في السابق هي في محيط محدود جداً لا يُعِد وسائل تنتشر من خلالها هذه الفتن وإنما تكون إما في بلدة صغيرة أو في مدينة ثم تنتشر وتأخذ زمناً طويلاً حتى تنتشر مثل هذه الفتن وما يظهر فيها أما في وقتنا الحاضر فإن الفتن تنتشر في الثانية الواحدة تصل من أقصى بلاد العالم من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه في أقصاه إلى أقصاه في أقل من ثانية وربما تصل هذه الفتن إلى أقاص البلاد وربما من يجلس بجوار هذا الشخص لا يعلم شيئاً عن هذه الفتن فهي فتن عجيبة وهذه الفتن ومع تنوعها هي تؤثر على الناس وعلى حياتهم وعلى أولادهم وعلى بيئاتهم ولا شك أن هذا التأثر يترتب عليه مفاسد عظيمة خاصة في دينه ولذلك إذا قسمنا الفتن بشكل عام فهي إما فتن الشهوات أو فتن الشبهات وفتن الشهوات هي باب واسع يدخل فيه فتنة المال وفتنة الولد وفتنة الزوجة وفتنة النساء وفتنة المال وعدد ما تشاء من الفتن المتعلقة بأمور الدنيا التي يفتتن بها الناس وأيضاً يفتتن الناس أحياناً والعياذ بالله بالمعاصي فهناك من يقع في المخدرات ومن يقع أيضاً عافنا الله وإياكم بالشدود وغيرها من الأمور المخلة فهذه الأمور ما كانت أن توجد وتنتشر وخاصة عند كثير من المسلمين إلا بسبب مثل هذه الوسائل الوسائل هذه الحديثة قربت كل شيء والإشكال في هذا الأمر أن الناس يستشرفون وينظرون إلى هذه الفتن التي تصلهم عن طريق هذه الوسائل ولكن لا يوجد عندهم الحصانة التي تمنعهم وتعينهم على صد مثل هذه الشبهات هذه الشبهات أيها الأخوة ليست موجهة لنا فقط بل لأولادنا الصغار الآن ما من بيت إلا وتجد الصغار وعندهم هذه الوسائل الطفل الصغير أصبح يعرف ما لا يعرفه الكبير لماذا؟ لأن الصغار في الغالب أكثر أوقاتهم هي مع هذه الجوالات والعجب العجب العجب ماذا؟ أن نجد أن الآباء والأمهات يفرحون إذا رأوا أولادهم وهم يعبثون ويلعبون بهذه الجوالات فيقول ما شاء الله والذي يعرف للتقنية يعرف يظن أن هذه الوسيلة التي عرضها هذا الطفل أن هذا الطفل وصل مرحلة من النوضج والذكاء مع العلم أن أهل الاختصاص فيما يتعلق بتربية الأولاد من صغرهم وتنشئتهم يقولون لا هذا مخالف أولاً نقول للفطرة للفطرة الطفل فالطفل في صغره لا يحتاج بل إن هذه الوسائل تقيده بل ذكروا بأنها تصيبه بالأمراض وانفصام الشخصية هذا أمر هذا من ناحية الطبية ومن ناحية ضرر هذا على الأطفال لكن الإشكال الأكبر أن هذا الطفل عندما يعود على مثل هذه الوسائل لا شك أنه سوف يتلقف ما يراه ويشاهده من مناظر لأن هذه الجوالات لا يمكن التحكم بها وإن تحكمت لا يمكن أيضاً أن تمنع بعض الأفكار التي تصل لهؤلاء الأولاد ولو كانت بعض المواقع ربما يكون فيها نوع من الحماية وغيرها لكن مع ذلك سيصل الشر إلى هؤلاء الأطفال الإشكال أن الأباء والأمهات يشغلون أولادهم استغال بهذه الجوالات لماذا؟ حتى لا يشغلونهم بالبكاء والصياح مع أن البكاء والصياح أيضاً ذكروا أيضاً أهل الطب وكأنه مفيد للطفل أيضاً لكن الإشكال أن الأمهات تريد أسهل طريقة بس لإسكاة الطفل فأصبح الأطفال للأسف تعودوا على مثل هذه الجوالات ومثل هذا الأمر فنجد أن الصغير ينشأ على ماذا؟ من يربيه؟ يربيه الجوال ثم يكبر وهناك سن إما السن السابعة هناك السن العاشرة هناك السن الخامسة عشر وهكذا وهي مراحل وكلها مراحل خطرة جداً فإذا ترك الطفل مع هذه الوسائل فإنه سيتربى على هذه الوسائل وأيضاً سيتلقى ما سيتلقى أيضاً من الفتن التي تبث واعلموا أن الناظر في مثل هذه الوسائل يجد أن الأعداء يوجهون رسائل لأطفالنا لأطفالنا الصغار الذين ربما يعني لا ينطق يوجهون لهم رسائل من خلال بعض الأفلام والكرتون أو غيرها أو المقاطع التي تجذبهم ثم يزينون لهم أمور خطيرة ومن أشدها وهم الآن يسعون فيها وهي ما يتعلق بما يسمونه وهي عبارة أنا لا أوافقها لكن يسمونها وهي معروفة عندكم المثلية هي لا تسمى مثلية هي لوطية هي الواط وهو سماها الله سبحانه وتعالى باللواط ولكنهم يزينونها ويسمونها المثلية هي وإن ظهرت هذه التسمية فهم يبدأون من صغرهم يعودونهم على ذلك كيف يعودونهم؟ يجعلون الذكر يلبس لباس الأنثى والأنثى تلبس لباس الذكر فيبدأون يعودونهم على أنه لا فرق بينهما من صغره قبل أن يتكلم حتى يتعود على مثل هذه الأفكار الخبيثة كثير من الأمهات والأباء لا يتنبهون إلى خطر مثل يرون هذه المشاهدات ويرون أيضا الشعرات التي تبثها مثل هذه المنظمات الخبيثة ولا يعرفون ما يترتب عليها من ضرر على هؤلاء الصغار ويظنون أنه صغير لا يفهم لا لا يفهم الصغير يفهم ويعين حتى إن ذكر أيضا الأطباء أن الطفل وهو في بطن أمه أيضا يكون عنده ماذا ما عرفه بما يقوله وما يلقن أيضا وهو في بطن أمه فيقول بعضهم من من درس مثل هذا الأمر أنه يلقن طفله وهو في بطن أمه لا إله إلا الله ويذكر الله سبحانه وتعالى فهو يسمع يقول أنه يسمع ويعي في بعض الأشياء التي على قدر حاجته هذا الطفل وهذا تسخير من الله سبحانه وتعالى لذلك نقول أن الطفل أيضا وهو في بطن أمه يتأثر بطباع أمه ويتأثر من الرضاعة ويتأثر من أشياء كثيرة فلذلك نقول أن مثل هذه الوسائل التي انتشرت وهي الفتن هي أمرها خطير جدا أيها الأخوة قبل أن أسترسل في الحديث أود أن أوضح أنه من عنده سؤال فيكتب السؤال لأننا سنجعل أكثر الوقت إن شاء الله للإجابة على الأسئلة فهناك الأخ موجود معه ورق وقلم فتكتب الأسئلة حتى نجيب عليها من كان عنده سؤال حتى نجيب إليها لأننا لا نستقبل الأسئلة بعد الدرس مباشرة وأيضا لكي يستفيد الناس أيضا من السؤال لأن أحيانا السؤال واحد يحتاجه العشرات من الناس فيكفي سؤال واحد وأيضا يستفيد منه الكثير هذا أمر أقول أيها الإخوة لذلك حتى نحصن أنفسنا أول ما نبدأ من هذه الفتن التي انتشرت يجب أن يكون لنا شخصية متميزة نتميز بها ولذلك هناك شخصية للمسلم خاصة به تتميز عن الشخصية العامة لجميع الناس على جميع طوائفهم وجميع دياناتهم فلذلك نقول أن الشخصية هذه إذا تميزت بها كمسلم فإنها تحصنك في جانب ما يتعلق بالإسلام في جانب الإسلام والجوانب الشرعية وهو ما نحتاجها لكن هناك أيضا شخصية للمسلم في أزمنة الفتن يعني في الفتنة ربما تكون عندك حصانة فيما يتعلق بأمور الدين الأساسية فيما يتعلق بالصلاة الصيام الصدقة وغيرها فيكون عندك الحصانة التي تستطيع أن تعرف وتميز مثل هذه العبادات ولا يمكن أن يكون هناك أي فكرة تشكك في هذا المعتقد عند المسلم لكن في وقت الفتن تبدأ بعض الشبهات وتبدأ بعض الأشياء التي تشكك المسلم في مثل هذه الأمور أو هذه الفتن ولذلك تنظر عند بعض المسلمين بعض الأفكار الخطيرة والخطر يكون مكبًا وهو في ماذا؟ هو من يفعل الشبهة أو الكبيرة من كبائر الذنوب إذا فعل الكبيرة من كبائر الذنوب إما أن يكون معتقداً وعارفاً بأنها كبيرة وأنه سوف يعاقب عليها ماذا يحصل؟ إذا ارتكب هذه الكبيرة وهذا الذنب ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ تجده يرجع إلى الله سبحانه وتعالى قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إذن هذه حصانة المسلم يعلم بأنه إذا ارتكب هذه الكبيرة وهذا الخطأ من الذنوب أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة إذا تذكر إذا ذكر بالله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إذن هذا هو حال المؤمن لكن الإشكالية إذا تزينت الشبهة عند البعض وظن أن هذه الكبيرة وهذا الذنب أنه مباح وأنه من الشرع وأنه دين فهنا يكون الخطر يكون الخطر فيعتقد أن ما يفعله من كبير من كبائل الذنوب أنها جائزة فيقع في الإشكال فيقع في الإشكال والخطر فلا تجده يتوب من هذا الذنب ويفعل هذا الذنب على أنه جائز ولذلك هذا هو ما نريد أن نوضحه من الخطر فيما يتعلق في الفتن وفي أزمنة الفتن إذن أيها الإخوة أزمنة الفتن يحتاج المسلم أن يتحقق أو يكون له شخصية خاصة به والشخصية هي عبارة عن مجموعة من الخصال ومجموعة من الصفات التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها إذن هذه الأمور يجب أن يكون هناك تعلم لها يجب أن تبذل السبب في العلم هذا أمر أن يتعلمها ويتحلى بها ما يكفي أن تتعلم لابد أن تعمل بها وهذه الأشياء التي تتعلمها وتعمل بها ماذا؟ هي متعلقة في جميع شؤون الحياة سواء مع ماذا؟ مع ربه ومع مجتمعه ومع أولاده ومع زوجه وهذه الصفات هي مكتسبة من الكتاب والسنة إذن هذه هي الصفات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها لكن في أزمنة الفتن هل هناك زيادة على ما ذكرنا وقت الفتنة؟ ماذا يحتاج في هذه الشخصية؟ في شخصيتي أضيفها حتى تحصنني من الفتنة؟ ماذا أحتاج؟ ها الشيخ جاوب علينا الشيخ وش نحتاج حتى نضيف لهذا الأمر؟ يعني أنا عندي أنا شخصية مسلمة كويس عندي شخصية مسلمة لكن أنا أحتاج أن أحصن نفسي أن أحصن نفسي من الفتن هل يكفي ما حصلت عليه؟ هل يكفي ما حصلت عليه؟ من الشخصية وهي شخصية المسلم أم لا؟ أم أحتاج إلى إضافة؟ رأيك شيخ؟ شيخ أنت؟ أي واحد واحد منكم ما خالف؟ هل أحتاج إلى شيء إضافي؟ أحتاج إضافة إلى شخصية المسلم العامة؟ نعم يا شخصية؟ نعم يقول نعم أيها نحتاج إضافة؟ طيب لماذا نحتاج؟ أنا أضرب لكم أمثلة ذكرتها بالأمس يعني هذا كلامنا هو تكرار للأمس لكنه لم يكن في هذا المكان كان مكان آخر وكان لزاماً أن نبدأ أيضاً بالتأصيل وكثير منكم لم يحضر الدرس في الأمس أنا أضرب لكم مثال في أزمينة الفتن في عهد الصحابة رضي الله عنهم عندما حصلت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه وأيضاً ما بعدها من الفتنة العظيمة فتنة من الأشعات وغيرها كان من المسلمين من وقع في الفتنة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه ألم يكونوا يقولوا لا إله إلا الله؟ ألم يكونوا من المسلمين؟ بلى ولكنهم وقعوا في الفتنة لأنهم لم يكن عندهم الحصانة التي تمنعهم من الوقوع في الفتنة بل إنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه وهم يقولون أنهم إيش؟ على إسلام فتنة من الأشعات أيضاً حصل فيها ما حصل من الفتنة قتل فيها مئة ألف من المسلمين قتل فيها من الصحابة ومن التابعين الخلق كثير من القراء الذين كانوا يحفظون القرآن ويحملون القرآن ما تغفي فتنة ابن الأشعث مع أنهم كانوا إيش؟ من المسلمين وكان منهم من الصحابة وكان منهم من السلف فحصلت الفتنة حصلت الفتنة لماذا؟ لأنه لم يكن أيضاً هناك الحصانة التي يحتاجها المسلم أو ربما يغفل عنها المسلم في وقت الفتنة وسوف نذكرها لكم بالتفصيل وبكلام السلف وبكلام الصحابة رضي الله عنه أولاً من كتاب الله وكذلك أيضاً من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام ومن أقوال الصحابة ومن أيضاً عاش أيضاً تلك الفتن فبينوا ما يحتاجه المسلم في هذه الأزمنة وفي أزمنة الفتن هذه الفتن على أنواعها كذلك أيضاً في عصرنا شاهدتم ما وقع في بعض البلاد الإسلامية من الفتن والخروج على الحكام في بدايتها تزينت لهم تزينت هذه الفتن ولكن الملاحظ في الفتن سواء في هذا العصر أو الفتن السابقة هل كانت مبنية على الدين أم لا سؤال هل فعلاً لما خرج هؤلاء وحثوا الناس على الخروج هل كانوا يطالبون بتطبيق الشريعة أو بتطبيق حكم الله سبحانه وتعالى هذا ظاهر ما يرددونه لكن الأصل في ذلك لا هو متعلق بأمر المال كيف ذلك منشأ هؤلاء الخوارج هو من هو ذو الخويصر التميمي هذا رجل كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام في يوم يقسم قسماً وصله فأعطى هذا القسم أوزعه على بعض الصحابة رضي الله عنهم فقام هذا الرجل وهو ذو الخويصر التميمي فقام منكراً على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له قال اعدل يا محمد وفي رواية قال اتق الله انظر يذكر من النبي عليه الصلاة والسلام يذكره بالله على ماذا على قسم قسمه النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ومن يعدل إذا لم أعدل أترضونني أو ترضون ما جئت به من السماء ولا ترضون أيضا بقسمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومن أتقى من النبي عليه الصلاة والسلام وقد بلغ الرسالة وأدى الأمان عليه الصلاة والسلام لكن هذا الرجل ومن شاء هذا الرجل أنه نظر فيما يراه هو بأنه ليس بعدل أنه ليس بعدل ولذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد وهناك كما ذكرنا بالأمس أيضا أن هناك فرق ما بين العدل وما بين المساواة المساواة لا تلزم هنا فيما يتعلق بالعدل فبعض الناس عندما نقوله اعدل بين أولادك هل مقتضى العدل أن يعطي كل أولاده في النفقة تنبهوا في النفقة أن يعطيهم بالتساوي أم بالعدل رأيكم طيب من غير رأيك بالعدل أو بالتساوي في النفقة بالعدل الجميع الذي ذكر قالوا أننا نعطي الأولاد بالعدل لا نعطيهم بالتساوي في حال النفقة كيف ذلك؟ نقول صحيح بالعدل لكن يعطى كل واحد منه ما يحتاجه فالطفل الصغير الرضيع ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الرضاعة يحتاج إلى الحليب يحتاج إلى أشياء معينة ربما يحتاج إلى أن تستأج المرضعة يحتاج مثل هذه الأمور هذه من النفقة الذي أكبر منه يحتاج إلى أمور متعلق بالمدرسة يحتاج إلى بعض الأشياء الكبير في السن يحتاج إلى أمور أكثر من ذلك الذي أكبر منه ربما يحتاجه وتدخل فيه مثلا إلى شراء السيارة له والأكبر من ذلك ربما يحتاج إلى أن تقوم بتزويجه فهذه من النفقة هل هذا بالتساوي أم بالعدل؟ هذا هو العدل لكن في حال النفق في حال الهبة لو أراد هذا الشخص هذا الأب الذي عدل بين أولاده لو أراد أن يهب أولاده مثلا مالا هبة لهم فهل نقول أن هذه الهبة بالعدل أم بالتساوي؟ نقول بالتساوي لا بد أن يهب أولاده بالتساوي الصغير مثل الكبير ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرجل وقد أعطى وأراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على أمر قد أعطاه أحد أولاده قال النبي عليه الصلاة والسلام أكل أولادك وهبتهم أو منحتهم ذلك قال لا قال إني لا أحكم على جور فرأى النبي أن هذا جور وعدم العدل ولذلك لا بد أن يهب لجميع أولاده ما يهبه بالتساوي وهذه الهبة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق هل يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين أي يعطى الذكر يعني ضعف ما تعطى الأنثى أم لا أم أنها تعطى بالتساوي فهي مسألة خلافية بين العلم فلو أعطاهم بالتساوي لجاز ذلك ولو أعطاهم أيضا بما أيضا قسمه الله كذلك في التركة أيضا جاز ذلك إذن هذا الرجل الذي جاء وأنكر على النبي عليه الصلاة والسلام هو أصل الخوارج فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل قال يخرج من ضئضه هذا أناسا تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قال عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم فوصفهم بأوصاف أن ظاهر هذه الأوصاف هي العبادة ولكنهم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فهذه صفاتهم فأول ما خرجوا رجعوا لمن؟ لأهل الإسلام وقتلوا أهل الديانة وقتلوا الموحدين من أهل الإسلام وهذا هو حالهم على مر العسور الذي يرى أحوال هؤلاء الخوارج لذلك قتلوا عثمان وهو منعه عثمان رضي الله عنه المبشر بالجنة وهو الصحابي الجليل ومع ذلك قتلوه كما يرون أنه ديانة ولكن عندما خرجوا لماذا؟ خرجوا على أو الشبهة التي خرجوا بها على عثمان هي من أمور الدنيا قالوا أنه يولي أقرباءه وغير ذلك ويعطيهم العطاء ويمنحهم وكل ذلك كذبا وزور كما أيضا ذكر ذلك الرجل وذلك الخارج الذي أول ما خرج كان على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له اتقل الله أو أيضا قال له اعدل يا محمد ولذلك على المسلم أن يتنبه في هذا الأمر هو متعلق بالفتنة ولذلك أقول أن شخصية المسلم في وقت الفتن أولا أن يكون عنده مجموعة من الخصال والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم انظروا المسلم في وقت الفتنة ماذا يتحلى به؟ متى؟ عند وقوع الفتنة؟ لماذا؟ حتى لا يقع فيها ولماذا أيضا يتحلى بهذه؟ حتى أولا يحافظ على حياته أولا لأنه إذا وقع في الفتنة رمى يترتب عليها القتل وانتهاك الأعراض وغيرها من الأمور يحافظ على حياته وعلى وطنه لأن الفتن تتعدى تتعدى وعلى وطنه وعلى مجتمعه واضح؟ وأيضا على المكتسبات التي تحصل في هذا البلد وهذه يكتسبها من الكتاب والسنة بماذا؟ بفهم السلف الصالح لا يكفي أن يقال بالكتاب والسنة لكن لا بد أن يكون بفهم السلف الصالح وهو ما فهمه الصحابة من الكتاب ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن هؤلاء أيضا يروجون للناس وأيضا يلبسون عليهم بعض الأحاديث يلبسون عليهم ذلك ولذلك على المسلم أن يرجع إلى فهم السلف ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم عند وقوع الفتنة ماذا قال السلف أيضا من بعدهم أيضا في هذا العصر الرجوع إلى كبار العلماء وهل هم فعلا حثوا على مثل هذه الفتن أو الوقوع في مثل هذه الفتن ولذلك وقع من وقع في مثل هذه الفتن عند الناس وعند كثير من البلدان بسبب هذا التفريط وهذا الذي حصل لعلنا نقف نقف مع هذا الحديث ثم نبدأ بالأسئلة وقلنا أن شخصية المسلم تتميز أولا بالتوحيد وما يقتضي التوحيد وأيضا تتميز بالرجوع إلى الكتاب والسنة ثم أيضا تتميز أيضا بلزوم الجماعة لزوم الجماعة الكتاب والسنة أو القرآن هذا أمر واضح التوحيد هو أساس أليس كذلك؟ رجوع الكتاب والسنة هذا أيضا من الأمور المسلم بها لكن الرجوع لجماعة المسلمين وهذا هو الأمر المهم هذا هو الأمر المهم كيف نفهمه من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه عندما ذكر ذلك عن حال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول العرباض؟ يقول صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام يقول صلى بنا يقول ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة يقول ذرفت منها العيون انظروا هذا وصف لمن؟ العرباض يصف حال الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم ويعظهم هذه موعظة لكنها ليست أي موعظة لكنها موعظة اختلفت عن المواعظ السابقة التي كان يعظها النبي عليه الصلاة والسلام قال فوعظنا موعظة ماذا؟ يقول بليغة شوفوا الوصف بليغة حصل بسببها قال ذرفت منها العيون ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فلما سمع الصحابة ذلك قال قائل منهم كأنها موعظة مودع يا رسول الله كأنك تودعن بهذه الموعظة كأنها موعظة مودع فقال أحدهم فماذا تعهد إلينا؟ فلما علموا أن هذه الموعظة البليغة التي درفت منها الدموع وأيضا وجلت منها القلوب قالوا كأنها موعظة مودع فقال أوصنا إذن في هذا المكان وفي هذا الموضع ستأتي من النبي عليه الصلاة والسلام ما طلبه منه هذا الصحابي رضي الله عنه بالعهد الذي يعهده إلينا ويطلبه منا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا وهذا هو من التأصيل الذي نحتاجه في هذا الزمن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أوصيكم بتقوى الله هذا أولا أوصيكم بتقوى الله ثم قال والسمع والطاعة والسمع والطاعة السمع والطاعة المقصود به لمن تولى عليكم وإن عبدا حبشيا إذن انظروا وصاهم بالتقوى ثم قال والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذا التأصيل المهم قال فإنه من يعش منكم أي لصحابته أو من بعده فإنه من يعش منكم بعد حياته عليه الصلاة والسلام قال فسيرى اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا واضح فماذا أوصاهم طيب سيحصل هذا الاختلاف فقال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد فقط انتهت الوصية لا لم تنتهي الوصية أولا هذا تأصيل قال عليكم بسنة يعني اتبعوا سنة وسنة الخلفاء الراشدين وهذا ما قلناه قبل قليل بفهم السلف الصالح وهم الصحابة رضي الله عنه أيضا هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام قال وسنة الخلفاء المهديين الراشدين قال تمسكوا بها لا ينفي أن تتمسك لا يكفي أن تتمسك بها ولكن قال وعضوا عليها بالنواجد انظروا يعني إلى شدة وحرص النبي على هذه الوصية تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولذلك أيها الإخوة ظل من ضل بعدم اتباع هذه الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن الفهم في كثير من النصوص بفهم السلف الصالح ولا الأخذ بأقوال العلماء لماذا؟ لأن هؤلاء الذين خرجوا في هذا الزمن ماذا قالوا؟ لما ذكر لهم العلماء أقوال الصحابة أيام الفتنة وما يحصل بسبب ماذا قالوا؟ بل إن أحدهم انظروا إن أحدهم أراد أن يشكك في أقوال الصحابة فجعل برنامجا يوميا في رمضان على مدى ثلاثين يوم ماذا؟ كل ذلك يشكك في أقوال الصحابة ويقول هم رجال ونحن رجال يقول هم رجال ونحن رجال قيل هذا الأمر للشيخ أحد المشايخ رحمه الله لما قيل له وقال هذا الرجل يزعم يقول أن وهو يخالف الصحابة رضي الله عنه قال هم رجال ونحن رجال فقال له عبارة وإن كانت كذا لكن هي أيضا يستحقها هذا الشخص قال هم رجال وأنت حمار لأنه لم يحترم الصحابة رضي الله عنه لذلك الذي لا يقدر الصحابة ولا يوجن فهو في هذه المنزلة الدنيئة ولذلك هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام فكيف هذا الرجل يقول لهم رجال ونحن رجال لا يريد أن يأخذ بفهم الصحابة رضي الله عنه من أكثر الناس عاصر النبي وعاش مع النبي وفهم مراد النبي أليس الصحابة أليس فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم لكن هؤلاء لما سمعوا بعض الأقوال التي ذكرها الصحابة وجاءت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يحققوا ما يحتاجونه من منهج لما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع ماذا قال في هذه الوصية قال السمع والطاعة وإن عبد الحبشية لما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أرادوا أن يشككوا في هذا الحديث فقالوا هم رجال ونحن رجال هذا فهم ولا يمكن أن يقوله النبي وأرادوا أن يشككوا بهذه الحديث وأرادوا أن يشككوا بهذا لماذا؟ لكي يحققوا مرادهم ولذلك لما ذكر أهل العلم ما فهموا الصحابة رضي الله عنهم من ما ذكره النبي من أقوال وأمروا الناس بلزوم الجماعة وعدم الخروج بدأوا هؤلاء يشككون بأقوال الصحابة رضي الله عنهم ولذلك زل من زل وهذه الفتن التي وقع فيها كثير من الناس لم يتبينوا لخطرها إلا بعد أن انتهت انتهكت الأعراض حصل القتل وحصل فيها ما حصل من الفتن والمشاكل حتى إن كثيرا من الناس في تلك البلدان تمنوا بأن يرجع أولئك الذين يسمونهم ظلمة لو رجعوا للحكم مرة أخرى لما يجدونه في بلدانهم من الضياع وجدوا في بلدانهم من الضياع ومن أيضا الفتن ومن أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وتأكدوا أيها الأخوة أن هؤلاء وراءهم من وراءهم من أعداء هذا الدين وأعداء هذا الإسلام فهم من يحركون هؤلاء وهم من يدعمونهم لكي ماذا؟ لكي يضربوا هذا الدين لا يريدون الناس أن يكون في أمان ولا يريدون من المسلمين لأن الإسلام والمسلمين إذا كانوا في أمن وأمان فإنه ستزداد قوة المسلمين وسوف تزداد أيضا الشوكة عند المسلمين والقوة وهم لا يريدون ذلك لأنه إذا تحقق الأمن في البلد حصل الاجتهار وحصلت القوة وحصل البناء وهم لا يريدون ذلك دائما يريدون أن تكون البلدان الإسلامية في ماذا؟ في فتن ويحركون هؤلاء على أساس أنهم على دين وهم أبعد الناس من الدين نسأل الله والعافية ولعلنا نكمل إن شاء الله ما يتعلق بهذا الأمر إن شاء الله في الغد في درسنا في نفس الوقت إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ترجمة نانسي قنقر